التقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث التعاون الثنائي المشترك في إطار استعداد مصر لاستضافة وتنظيم مؤتمر تغير المناخ كوب 27 والمقرر إنعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم أضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في مجال المبادرات التي سيتم إعلانها خلال مؤتمر كوب 27 مشيرة إلى أنه سيتم استعراض قصص النجاح خلال المؤتمر وتحديد معايير لاختيار المشروعات التي سيتم عرضها كقصص نجاح